اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمدك اللهم بمحامدك كلها ونشكرك على آلائك كلها اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا نحمدك اللهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ناضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنها اللهم اجعلنا من من يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا من من يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا من من يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء ولأبصالنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعلنا عند به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخيف وتهديه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصة اللهم اجعلنا من من يقال له قرأ ورطأ ورطل كما كنت ترطل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الحزن إلى الفرح ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذين خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين ولك في جميع أمورنا راجين ولك في كل شهورنا ذاكرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا عظيم المن يا جزيل الصفح يا من ستر القبيح وأظهر الحسن يا من لا يؤاخذ بالشهير ولا اختك الستن ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ألطف بنا فيما جرت به المقادير وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغين وصحة لا تلهين وأغنى اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأن تراضي عنا غير غضبان وتوفنا وأن تراضي عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين ومن يأخذوا كتابه بليمين ومن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يسر حسابنا وسهل تجاوزنا على الصراط يا رب العالمين وأكرمنا بجوار سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم ارزقنا التمسك بسنته اللهم أوردنا حوضه اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القول والإنعام اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقل ثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكوبته والصراط وزلته يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وباطنه وظاهرة والدرجات العلاء من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم عافنا وعاف آبائنا واعف عن آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وذرياتنا وأزواجنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنة وصفاتك العلا في هذه الليالي الشريفة وفي هذه البقاع المنيفة أن تمن علينا أن تمن علينا أن تمن علينا أن تمن علينا بالعتق من النار اللهم أمهنا بالعتق من النار ووالدين وإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر شهر رمضان بعدق رقابهم من النار اللهم اجعلنا ممن كتبت له العتق من النار ووالدين وولاة أمرنا وعلمائنا ومن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم إنك تمن على عبادك بنزولك إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلالك وعرمتك فتقل والبن داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له اللهم إنا نتوب إليك فتوب علينا ونستغفرك فاغفر لنا ونسألك وندعوك فأجب دعاءنا وحقق سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختمننا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير وأعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذا ومن سيئ الأسقام اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنى والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين اللهم اكشف عنا كورونا اللهم اكشف عنا كورونا اللهم ارفع عنا كورونا عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم إنك قلت على لسان خليلك عليه الصلاة والسلام وإذا مردت فهو يشفين فاللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اللهم لك الحمد على نعمة الشفاء والتعافي من هذا البلاء اللهم فزدنا من الشفاء والعافية اللهم فزدنا من الشفاء والعافية إلهنا حار الطبيب وعجز المريض وعز الداء واستفحل الدواء وأنت الشافي المكافي الكافي والمعافي فاللهم ارفع عنا هذا الداء واكشف عنا هذا الوباء والبلاء يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك السعادة وممن ضمنت لهم الحسنى وزيادة اللهم إنا نسألك عيشة سوية اللهم إنا نسألك عيشة سوية وميتة هنية وحياة رضية يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم واغفر لموحد هذه البلاد المباركة اللهم اغفر له وارحمه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وارحم واغفر لولاة أمرنا الذين تتابعوا بعده وخص بالتوفيق والتسدين والتأيين إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفِّق عبدك سلمان بن عبد العزيز يا كريم يا عزيز لما تحب وترضى اللهم اجزه خير الجزاء وأوفره كفاء ما قدَّم للإسلام والمسلمين اللهم وفِّق يا منان ولي عهده عبدك محمد بن سلمان اللهم وفِّقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ووفِّقه للرؤية الصائبة والنظرة الثاقبة فيما يعز الإسلام ويصلح المسلمين يا رب العالمين اللهم كلهم مؤيدًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا اللهم اكتُب لهم في طاعتك عمورًا مديدًا وعملًا فريدًا ورأيًا رشيدًا وقولًا سديدًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق جميع قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيِّك صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح حوال المسلمين اللهم أصلح حوال المسلمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى هناء عزَّ جارُك وجلَّ ثناءُك وتقدَّست أسماءُك اللهم أنجِي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى ومقدَّسات المسجد الأقصى واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم زُقنا فيه صلاةً قبل الممات يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فلا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الكريم الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين وفُك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما ألمَّ بنا من هذه الجائحة خيرًا لنا في ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام واجعله طهورًا يا كريم يا رحيم يا عظيم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام لا تفرِّخ جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍّ مشكور وذنبٍ مغفور وتجارةٍ لن تبور يا رحيم يا غفور اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفِّع المحزنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وولاة أمرنا وعلماءنا وقضاتنا ودعاتنا ورجال أمننا وشبابنا ونساءنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيم حسبنا الله وكفى على من آذانا وآذى المسلفين اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ورد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال إنك أنت الله الكبير المتعان اللهم أعذنا وإياهم من فتن الشهوات والشبهات يا رب العالمين اللهم أصلح لساء المسلمين زينهن بالحياء والحجاب والعفاف والاحتشام يا أنا الجلال والإكرام اللهم إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا وكانوا يختمون معنا القرآن العظيم وهم الآن في بيوتهم حبسهم العذر اللهم أشركهم معنا في الأجر وعمنا وإياهم بالمثوبة يا أرحم الراحمين إلى هنا إلى هنا قد حضرنا ختم كتابك وأن أخنا مطايأنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طلدتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إن خطعت الأسباب وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك التوفيق في هذا الشهر الكريم وختامه اللهم اختم لنا شهد رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك وأجعل مآثنا إلى جناتك ورضوانك يا رب العالمين إلى أنهى إلى أنهى ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا القاك وتوفنا وأن تراضن عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلحا لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي آراكان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم وفق رجال أمنينا اللهم وفق رجال أمنينا واجزهم خير الجزاء على ما قدموا لحفظ أمن هذه البلاد وقاطنيها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كل إخواننا المرابطين وجنودنا على ثغورنا وحدودنا اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم عافي جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غالمين اللهم وفق العاملين في خدمة الحرمين الشريفين اللهم وفق منسوب صحتنا ورجال أمنينا اللهم وفق رجال حسبتنا وفق الجميع لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام فليس في الوجود إله غيرك فيرجع وليس في الكون رب سواك يدعى يا ذا الجلال والإكرام عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك نحن في بيتك المعوم وفي حرمك المقدس وفي بيتك العتيق اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعذنا من الفتنة اللهم أعذنا من الفتنة ومن دعاتها ومن قنواتها اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول وفتنة العمل وفتنة التغريدات يا رب الأرض والزماوات اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم ومواقع التواصل واجعلها في عز الإسلام وجمع كلمة المسلمين وخدمة الدين والأوطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام والجنة دار السلام وليلة القدر ليلة السلام فعمنا بالسلام عم الأنام بالسلام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين سبحانك أنت قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم فتقبل دعواتنا وحقق فيما يرضيك آمان لنا واغفر لنا ولوالدنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين